السلام عليكم. عاملين يا شباب. معنا دلوقتي يونت 5. اللي هي where do you work? where? اين you انت تعمل? ودو ده فعلا مساعد ملوش معنا. يبقى اين انت تعمل? اليونت دي جميلة ومشوقة جدا جدا جدا. تقريبا من من احسن اليونتس اللي موجودين عندنا. هما كلهم حلوين طبعا. ما دي فعلا مشوقة. طيب. تعالوا الاول نبدأ بالفكابلوري بتاعتنا ونشوف ايه الحاجات اللي عندنا. وبعد كان ندخل على الموضوع على طول. يعني كهربائي. يعني شخص بيعمل في مجال الكهرباء. يعني ميكانيكي. بلدر. بلدر يعني عامل بناء. بيشتغل في البناء. في البناء. يعني بناء المباني. جاربيج كليكتور. جاربيج كليكتور. يعني جامع القمامة. عمو اللي بيساعدنا علشان يخلي البيئة انضيفة. اللي هو بيشيل القمامة. اوكي? يعني سباك. اه اللي هو مسلا لو الحوت بايز. لو الحنفية بايزة. عمو اللي بيصلح الحاجات دي بيجي يزبطها لنا. بس درايفر. يعني سائق الايه الاوتوبيس. عمو اللي بيسوء الاوتوبيس بيوصلنا المدرسة. ميل كارير. ميل كارير. يعني ساعي البريد. لو عندنا مسلا جواب او حاجة وعايزين نوصله الحد. او معنا مسلا جبنا هدية الحد وعايزين نوصلها له هو في مكان تاني. فبنوديها للمكتب البريد او كده. وهو يبعتها لنا. ميل كارير. بنقراهم تاني. دولة شباب اسموهم جابس. جابس يعني وظائف. تمام؟ تعاون نقراهم تاني. الاكتوريشن. ميكانيك. بيلدر. جاربج كليكتر. كلمر. بس درايفر. ميل كارير. طيب فيه فوكابليوري تاني عندنا. تعالوا نبص عليهم. وال. وال يعني حيطة. الحيطة بتاعت الاوضة مسلا. سيف. سيف يعني امن. مش خطير. عكسها كلمة دينجرس. دينجرس يعني خطير. لو تفتكروا في اليونت بتاعت الحيوانات اللي خدناهم. لما جاء قلي كراكوديلز and سنيكس are دينجرس. اللي هما التمسيح والتعبين خطيرين. تعالوا نكمل. الاكتوريسيتي. الاكتوريسيتي الكهرباء. لايتس. لايتس. الاضواء اللي هي اللمبات. بايب. بايب يعني مصورة. اللي بتمشي فيها المية. فاست. فاست. الصنبول اللي هو الحنفية يعني. فاست. سترونج. سترونج. يعني قوي. ديليفر. ديليفر يعني يوصل او يسلم جاية منها كلمة ديليفري. اللي هي التوصيل. توصيل الطلبات. يبقى ديليفر يعني يوصل. ده فعل. لتر. لتر يعني خطاب. اللي هو الجواب. باكيجز. باكيجز يعني طرود بريدية. باكيجي يعني طرد. ايه مستر طرد دي? مش طرد يعني بتطلع بره. لأ. الطرد اللي هو مثلا بي. انت جبت مثلا اشتريت اه مسلا ساعة. اه. والساعة دي مسلا موجودة في مكان بعيدة عنك. فانت اشتريتها انلاين. فيقوم جايين مسلا ايه المحل يحطها او الشركة تحطها لك في صندوق كده. وتقوم جاي بعتاها مع ميل كارييرز. ساعي البريد. ويقوم جاي اه موصلات لغاية البيت. ده اللي هي هتجي لك. ده اسمه باكيج. انتفقنا? ليف. ليف يعني يخرج او يترك. لم يقول لك ايه مسلا اه ليف ذا ليف ذا روم. يعني غادر الايه القوضة. طيب اه ندخل الوقت على الافعال اللي عندنا اللي هي فوربس. عندنا افعال منتظمة. وافعال اللي هي افعال غير منتظمة. افعال المنتظمة. اللي هي المرج بتاعها. بيجي من المصدر لما بنحط له دي او اي دي او اي اي دي زي كنكت. كنكت يعني يوصل زي مسلا كنكت الاكتوريسيتي. وصل الكهرباء. المرج بتاعها كنكتد. يوز يستخدم. المرج بتاعها يوز. ده حطنا له دي بس عشان هو هنا اخره اي. لو مش اخره اي بحط له اي دي. براش. براش يعني يخسل. لما اقول لك ايه مسلا براش يور تيث. اغسل اسنانك. المرج بتاعها براشد. يعني يغسل خلاص. فيكس. يصلح المرج بتاعها فيكست. اوكي. تعالي ندخل على الافعال غير منتظمة. عندنا تيكاوي. تيكاوي يأخذ حاجة ويوجيها بعيد. المرج التوكاوي. اللي بيتغير هو الفعل بس. لكن الجزء التاني مناش دعوة بي. يعني يحافظ المرج بتاعها يعني حافظ. طيب تعالي ندخل على الجزء بتاع ريدن وهنا بقى الموضوع المشوق. بيقول لي ايه? هاو ميني. هاو ميني. جي قد تستفهام معناها ما عدد. هاو ميني. بيبول ما عدد الناس. هالبيد يو. هالبيد يو. اللي هما ساعدوك. ما عدد الناس اللي ساعدوك. هالبيد يو. ساعدوك. Lev تعيش. In your home في منزلك. كم عدد الناس اللي بيقول لي ايه اا بيلدر بيلدر اللي هو عامل البناء عمل ايه عامل البناء اا بيلدر ميد يعني جعل او عمل ده الموجي بتاع الفعل ميك ناخد بالنا ده فعل الرجلر غير منتظم يعني الموجي بتاعه ميك لأ الموجي بتاعه ميد ميك يصنع ميد صنع او جعل ميد زا ووز جعل الحيطان strong يعني قوية خلى الحيطان بتاعها قوية and safe وامنة and electrician electrician نقره تاني electrician electrician اللي هو عامل الكهرباء عامل الكهرباء اللي هو بيصلح الكهرباء وبيركب الاسلاك والحاجات دي كلها عمل ايه the electrician connected connected يعني وصل the electricity electricity اللي هي الكهرباء يبقى انا عندي كلمة electrician وعندي كلمة electricity electricity هي الكهرباء وelectrician هو عامل الكهرباء وconnect يعني يوصل يبقى عامل الكهرباء وصل الكهرباء so عشان يو انت كان تقدر يوز يوز تستخدم lights lights اللي هي اللمبات وتعمل ايه تاني watch tv تتفرج عالتلفزيون or do تعمل your homework الوجب بتاعك on a computer على الكمبيوتر بتاعك اوكي تعالوا نشوف مين تاني ساعد انا كده عندي عامل البناء عمل حاجات وعامل الكهرباء عمل حاجات مين تاني plumber plumber اللي هو السباك اسمه ايه plumber السباك عمو اللي بيركب الحنفيات والحاجات دي كلها عمل ايه connected يعني وصل the pipes pipes اللي هي الانبيب الانبيب اللي بتمشي فيها مش الانبيب المتجاز لا الانبيب اللي بتمشي فيها المية وصل الانبيب and faucets faucets الحنفيات اوكي so عشان you انت have يبقى عندك او تملك water مية طب هتعمل ايه بالمية to have a shower عشان تقدر تاخدش كده جميل and brush تغسل your teeth اسنانك اوكي شفت كم واحد لغد الواجه يسعدنا عشان يبقى عندنا بيت garbage collector garbage اللي هي القمامة اسمها garbage يبقى collector يعني جامع اللي بيجمع عمو اللي بيجمع garbage القمامة يبقى جامع القمامة ماله بقى عمل ايه takes away بياخد بعيدا all the garbage كل القمامة طيب ده بيفدنا في ايه so عشان you can انت تقدر keep تحافظ على your house منزلك nice لطيف and clean ونظيف يبقى عمو اللي بيجمع القمامة بيعمل بيعمل معانا آآ عمل عظيم جدا ليه لاني هو لو ماخدش القمامة جي القمامة هتتكون وتجمع بقى الحشرات والحاجات السيئة جي كلها يبقى عمو اللي بيجمع القمامة مشكورا جدا بيعمل ايه takes اوي بياخذ بعيدا all the garbage كل القمامة so عشان you can't keep انت تقدر تحافظ على او تبقي your house منزلك nice لطيف and clean اوكي a mail carrier mail carrier يعني ساعي البريد بيعمل ايه delivers delivers يعني بيوصل your letters الجوابات والخطابات and packages and packages والطرود البريدية زي ما قلنا الاي حاجة عايزين نوصلها من مكان لمكان او تجلنا من مكان لغاية عندنا الحاجة جي بتحط في صندوق ويبقى اسمها package اوكي الطرود البريدية but ولكن you also انت ايضا need تحتاج help تحتاج مساعدة when عندما you انت leave بتغادر the house المنزل او طبعا انت مثلا عايز تروح المدرسة صح كده طيب او عايز تروح الشغل بتاعك هتعمل ايه you need انت تحتاج a mechanic 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 اوكي ليه يبقى to fix عشان يصلح the car يبقى fix يعني يصلح the car العربية or او the bus driver ناخد بالنا شباب ما اسموهش باس اسمو باس باس اوكي يبقى or the bus driver سائق الحافلة او سائق الاوتوبيس عمو اللي بيسوئلنا الاوتوبيس عشان يوصلنا لغاية المدرسة to take you عشان ياخدك to school الى الايه الى المدرسة يبقى كل الناس دول ساعدونا علشان يبقى عندنا بيت جميل وعشان نقدر نعيش حياتنا كويس اوكي وبنشكر الناس دي جدا 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 هنقف لغاية هنا في الفيديو ده وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل على موضوع مشوق جدا اللي هو ادوات الاستفهام زي هو which way علشان نفهم احنا بنستخدمه انت لو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو ما عجبكش ما تعملش ديس لايك اعمل لايك برضو واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وسلام